السلام عليكم الاخوان المغاربة انا كنت خرجت انا هي الطليقة ديال مكتب كنت خرجت بوحد لا فيديو ده باشيخ مستشار يوم هدرت فيه على النفقة ديالبنياتي وعلى الوجيبات اللي كانت تتالوتك شي ما دار حساشي بديرة ما ما متحرك ما والو يعني ما ما دار معي اوالو انا دبا حاول سعو ثاني باش ندير واحد لا فيديو تنقلوا من هنا يا راها راها عيب هاد الشي اللي درتي وحشوما يعني انا الى كان بيني وبينك مشكل وما تفاهمناش وما بقيناش مفاهمين هدوك البنات راها بناتك را خصك تخلص ليهم الوجيبات ديالهم خصك تخلص ليهم تطبيب ديالهم خصك تخلص ليهم الكرة ديالهم حيزاش حنا دبا مهدين بالافراغ كيتساني الشهورة ديالكراو ما خلصهمش وكيتساني المدراسة ما زال ما جبتشش البيلتان ديال البنسي والله العادي ما زال ما جبتشش حيزاش ما مخلصش را بقين البيلتان ديالبنسي ما جبتش ايوا كنشوف بانا السيد ما ممسوقش ويلا طلقتيني انا سنقول من هنا يلا طلقتيني انا ما طلقش هاد البنيات هادو انا طلقتيني وطلق سيسا البنات حتى هما لان تلسنين ما كتشوفهم ما كتسول فيهم واش واكلين واش شاربين واش هادي رغم انا عندك ماشي ما عندكش كن كان ما عندكش نقوله ماشي مشكيل نقوله را ما عندو شو هادو ولا ان انت عندك واتتخرج بفيديوات تتعاون الناس تتسيب قوفك الناس وكنا عارفين انك يعني انسان كريم كتيك تعاون الناس انا الى كان كما كنقول سافيت فرقنا ماشي سالة العشرة بيناتنا وكانوا بينا مشاكل ومشي تتزوجتي ودرتي حياتك الخاصة اللي يعاونك لان البنات راه بناتك واجب عليك تنفق عليهم انا دبا نفقة دي البنات تحبسات علي تقريبا دبا كما قلت يعني من يجل كوفيد تحبسات علي النفقة وراني دبا كريك دارنا اللي تعاونوني وهكا يعني بزا فراء الحمل تقيلو ما عنديش شي خدمة ولا شي حاجة اللي لاندي شي صالة ولا شي حاجة اللي غدا تعاوني ما مكاينش ولاني عند بدا نطلب من نو يؤدي الواجبات اللي عليه رغم انه روشير شي دابا نشكر الناس دي الامن الوطني اللي تعاطفوا معا يمساكن وعطوني واحد وعطوني واحد وعطوني الكاشي ديالهم مازال ما زال دبا ما توصلت حتى بشي حاجة موية ما انا كنت طلب من الناس دي الدارك الملكي الى كانون يشوفوا هدني ذا ودك شي يتاعونوا معايا ويتعاونوا معي علاق بال هاد البنيات باش نخد الحق ديالهم لانا مشي حقي انا انا حقي ضعت فيه انا دبس بزاف يعني حقي سمحت فيه حقيتها ضم ولا اني البنيات حقهم خصوم ياخدوه تابعيني مساريف ديالهم كتير بزاف عندهم التطبيب عندهم تمضروس عندهم الاكل عندهم الشرب عندهم كل شي يعني بنيات مازالين يلا طالعين انا كتعرف المسؤولية هذا مكان كنت من نمو الله سبحانه وتعالى يدير سلط راحي مع ابناتو لانه وقطعها قطعها بتاتا ما كيشوفهمش مدة ديال تلت سنين تنقولها وتنعوضها تلت سنين دابا بالضبط ما شافهمش راح ه Hans وابنياتو راح يريدون ان يكارهوه محتش حاجة يخبروني الناس بابا وان نحن بغي نشوفه وما بغي نما تستمر بزاف ما أهه هذا هو النداء التي كنا وجاء ان تتلف بنياتو ويعطيهم الواجبات التي قانونية أصبح لديك وعنده يمسك عليه لله يعني عنده الفلوس باش يتجوجه باش يتجوجه هذا ما يتجوجه سوف ندمه انا امشي جبتهم لي انا معايا انا بنيتاته انا بصفي عيد كما كان قلت عيد سبوح ديتي ونفقة حبسات عادية من الكوفيد هو ما يحبسها من 100% ولا ان يحبس كعضاء نص ديالها نص ديال هذيك النفقة اللي حكمت لي محكامة يعني النص انا ما يمكن لش عنديش بنيات كنقره عندي الكراه انا كارية ب 2100 درهم باش كارية وعندي طبيب ديال البنيتة اللي ازماتيك عندي الطبيب ديالي انا عندي طبيب ديال البنيتة الاخرى ديال العينين عندي بزاف متبوع بزاف المصاريف عندي الماء عندي كل شي عندب العيد دبجاي والله ما عنديش ريال ما غاديش ننا ما كدبش عليك لا ما شرقش ليهم هو العيد ديالهم ولا هذا ما غاديش ننا هذا هو اللي كان كان بغى نشكر الناس ديال الدار الملكي اللي تهم اخدو من عندي النيميغو ديال هذا اخدو من عندي الدوسي ديال الدار الحمرة واخدو من عندي وقالوا لي يا صافي يكوني هانية وكنت مننا من الله يخرجوا لي ويديروا الخدمة ديالهم لانا ده بس يمانع باش بشيت عندهم بشيت عندهم المرة اللولة قالوا لي صافي راسي درسا عرفوه هذا وغادي كل خير ودبرا كنت سنة يعني ده بس يمانع وثاني بش بشيت عندهم كنت مننا من الله سبحانه وتعالى يتعونوا معي ويشوفوا من حالي ويشوفوا من حال هذوك البنيات ويبشيوا يديروا الخدمة ديالهم لانا السيد را عندو الواجبات والحق ديال البنيات يعنا ما كان طلب منهم يديروا معي حتى شي حاجة من غير نفقة ديال البنيات صافي هادا هو اللي كان طلب نفقت البنيات خصت وصل لهم لانا نشوفوا ده بك يخرج بلايفات وكيدور كما بغى وما تتقبطش علاش يعني احنا ما بغيناش نقبطوه يبشي تقبط في الحبس ولا يدخل الحبس احنا بغيناش يدي الواجب يعنى التليفون هضرنا معاه ماهو علاج معهو في التليفون ما يجب الحل ما تمتاني اعطيهم نفقه ديالهم احنا他們 واحد خمال نفقه فد القادا وفد يهم هذا هو خمال يقدير الواجب للقاداء والقاداء يدّ، لينا نحنا الواجيب ديالنا هذا الشيء اللي تنقول ونشكر مرة أخرى نشكر الناس دي الأمن الوطني ونشكر الناس دي الدارك الملكي الله يجزيكم بخير إلما تعطفوا مع البنيات هادو كما قلت هو قطع سيلة الرحيم مع بناتو وهذا الشيء رهم عيب يعني حشو ما يقطع سيلة الرحيم مع بنياتو والله سبحان وسعلا ما كيقولش هكا و ما نقولك الله يهديه على ابناتو الله يهديه على نفسه هذا مكان والظلم ما تيبغي يتساعد لأن هذا في حد ذاتو كي تسمى ظلم الله سبحان وسعلا حرم الظلم على نفسه كي يقول حرمتوا الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرمة وكنتمنى من الله وصلوا هادو فيديو هادو ويشوفوا 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 أنا أنا ساكنة شحن من عام ضبنا عامين وانهنا بش حولت من الساكن القديم ما عمرو ما سول فيهم وضيجة منيكن في الساكن القديم عام ما شافهمش يعني كما قلت لثنين والله يهديه ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يهديه في هذه العواشر هذه على ابنته يؤدي لهم الواجب ديال الساكن وديال نفقة ديالهم ديال التطبيب وديال المأكل والمشارب و هادشي يؤديه وبلا ما نقولوا لي أنا بلا ما نحتاج أنا عمرني لك نفكر نخرج الإعلام ونقول هادشي دائما كان بقى مخبيع كان بغين بقى مخبيع ولا ينهو اللي خلاني اضطريات باش ندير هادشي باش نخرج ونهضر هاك لأنه شي عيب عيب حشو ما إنسان عندك و عندك رزقك و كتعاون به الناس كتعاون به الناس كتعاون به الناس برانيين و دمك و لحمك ما تتعطيهمش الواجب ديالهم ما تنطلبوه منك تشي حاجة إلا الواجب و كنتمنى من الله سبحانه وتعالى و أخوتي المغاربة و الناس ديال الأمن و الناس ديال التراك و تكشي يوقفوا معايا و يساعدوني و يساعدوني هادشي اللي كنتمنى هادشي الله يدير لي فعل خير